مع بدء موسم السياحة الشتوية ومكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة ومتميزة لقطاع سياحة السفن في المنطقة استقبل ميناء خصب السفينة السياحية مينشيف سيكس التابعة لشركة توي كروزيس وعلى متنها أكثر من 2400 سائح من مختلف دول العالم اليوم تبارك الله عدد الراكبين على هذه السفينة ما يقارب 2400 سائح وعند نزول السواح على أرض المحافظة يبدأون السائحين بالانتشار في المنطقة فكلهم على حسب هوايته فمعظم السائحين يتجهون إلى الشواطئ والآخر يذهبون أيضا في الرحلات البحرية العابرة ومعظمهم يذهبون إلى داخل المحافظة بالنفس للاستكشاف وأيضا لزيارة القلاع والحصول موجودة في المحافظة وكان في مقدمة استقبال السفينة المعنين بإدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم بمشاركة أبناء المنطقة بالفنون الشعبية الخاصة بالمحافظة كما تعد سياحة السفن واليخوت الفاخرة أحد أنماط السياحة الجاذبة وواحدا من القطاعات الواعدة وأيضا مع قدوم السفن السياحية تأتي الاستفادة لأصحاب المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الأسر المنتجة أيضا يوجد لدينا هنا معرض مصغر للأسر المنتجة لبيع منتجاتهم والاستفادة من قدوم هذا القطاع وأيضا لدينا جدوى ليتضمن عدد السفن التي سوف تكون إن شاء الله مع بداية هذا الموسم والغدس عام 2023 ما يقارب 87 سفينة وإن شاء الله نستفشر خير مع بداية هذا الموسم وتعود مثل هذه الزيارات بالاستفادة الكبيرة على أفراد المجتمع بتواجد هذه الفئة من السياح عن طريق تنظيم الرحلات والبرامج السياحية والمساهمة في توفير فرص عمل ورفض الناتج المحلي عقيل بن عماد الكمالي من محافظة مسندم ولا يتخصت